تسولوا الناس على التغسيرات العينين فالتغسيرات العين يعني لا مانعة فيها التغسيرات الإنث فيها إشكالية لك أن تذهبت للحرق فإنسان مخصوش يديرها يديرها مثلا قبل من السحور ويديرها بعد فتور الخصوص تغسيرها ماشي حالش مسألة ضرورية اللي عن قوله فإن العين ما كي مشكلة نيفي لك أن تذهبت للحرق فأي سيجد طعمها نقول لها نعم هذا فيما يتحقص بالتغطيرة هذا كان البخاخ اللي تستعملون الناس فيهم الربو فعندنا الحمد لله فقهاء في وعدنا مجامع فقهية في الحمد لله في المغرب وفي مكا والعلماء المغرب ومجلس العلمي العلا أن البخاخ جائز لأن البخاخ ما فيه هو له فقط في حالة يشمل هو فاللي عنده هذك المرات يستعمل البخاخ هذا يساعده فهو جائز يستعمل هذك تقولوا لي إحنا البخاخ رابوز يقولوا لي أن تنسموا والرابوز للناس المراد كذلك تقتلت العين تقتلت الأنف يعني إذا كانت تثبت من الأفضل لله كذلك فيما يخص مثلا عيدي الحقنة على حسب إذا كانت مغدية فهي الناتو مفطيرة كانت مسألة أخرى مثلا فقط عادت مشي مع الدم فما كانت مشكلة إذا هذا المسائل كامل والحمد لله بل أطب كي اللي عنده موحد لو عيديني فحترس شرط طبيب وإنسان يسؤول على النوعية ديال ما يتعلق بهالتغطيرة وبهذا البخاخ إلى غيرك المسائل الطبي عادة مثلا أسنان إنسان يحيل أسنان ما كانت مشكلة إنسان يدروا أسنان بشيء في النهار يحيل ما كانت مشكلة حتى مثلا عيش اللي الفمولة كده لأن إحنا نقول ما ينزيله ولكن ما ينزيله من طعام وإلا إحنا في الشوارع تنشم الدخان تنشم كثير من الأشياء الغازات وتنشم التلوت وهذا لا يفطر فمن هنا الغاية فهنا ما ننكرش نستمر نقول له أحد مسألة مهمة لا نريد أن نقوم نسؤول هذه الأسئلة نحن في رمضان سنصومه من تودنا ونحن هذه الأسئلة كل رمضان معنا نقوم نسؤوله إذا نجابوا على هذه المسائل وندخلوا في كل رمضان هذا رمضان عندهم شروع تربوي إصلاحي هذا رمضان عندهم نختم القرآن هذا رمضان عندهم نحفظوا ليدتنا هذا معنا قرورية السيرة هذا هو المطلوب لكي لا نقوم ندخلوا في هذه الأسئلة لمنطقية لا أعظوا بعد الفقهات يجاوبوا هذه الناس فالناس يسؤولوا أهل العلم فإن سألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلموا ندينوا ندينوا على العقل وعلى المنطق فهذه المسائل لا علاقة رمضان هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماعة هذا شيء لكي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة